اشتركوا في القناة يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكار السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض لا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء ضدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله رب علي توكلت وإلي أنيب فاضل السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الألعام أزواجا يضرركم فيه ليس كمثلي شيء وهو السميع البسير له مقاليل السماوات والأرض يبسد الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إلي من يشاء ويهدي إلي من يليب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبغت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا استقمك ما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجد بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المسير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجة داحضة عيد ربهم وعليهم غضبوا ولهم عذابوا شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشعقون منا ويعلمون أنها الحق ألا إلا الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرة الآخرة نزد له فيها في حرته ومن كان يريد حرة الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نسيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشعقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القضب ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور وشكور أم يقولون ابترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباضل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذادي السدور وهو الذي يقبل التومة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسض الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباد خبير بسير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما ضلطوا وينشر رحمة وهو الولي الحمير ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء ضدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسمت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نسير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضللنا الواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيث فما أوتيتم من شيء فمتاعوا الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبغى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتلبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقواموا الصلاة وأبدهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتسرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يدلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولما صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمود ومن يضل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترىهم يعرضون علي خاشعين من الذل ينظرون من ضرف خفي فضال الذين آمنوا إلا الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصروا لهم من دون الله ومن يضل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذغنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن يضسبهم سيئتهم بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ينق السماوات والأرض يخلق ما يشاء يابن من يشاء إناثا ويابن من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عظيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ندي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى سراط مستقيم سراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قدآنا العربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم ضوما مصرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منه بغشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا واجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدوا والذي نزل من السماء ماء بقدر فأعشدنا به بلدة ميتا كذلك تخرجوا والذي خلق الأزواج كلها واجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبوا لتستو على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم علي ودقولوا ودقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لهم مضرنين وإنا إلى ربنا لهم ضربون وجعلوا له من عبادي جزءا إن الإيسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأسفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشيدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألوا فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصوا أم آت إلىهم كتابا من قبله فهم به مستمسكوا بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم متدوا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إلا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم متدوا قال أولو جيدكم بأهدا مما وجدتم علي آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم بي كافروا فانتقمنا لهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذا قال إبراهيم الأبي وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فضرني فإنه سيهدين واجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وأباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافروا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فعض بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمع ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يذهدون ولبيوتهم أبوابا وسردا عليها يتكؤون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاعوا الحياة الدنيا والآخرة عيد ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن يضير له شيطانا فوله غرين وإنه ليسدونه عن السبيل ويسهون أن لهم متدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس الغرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفآذا تسمعوا السم أو تاد العمي ومن كان فيه ضلال مبين فإما لذبا لبك بإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من ضبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلية يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءوا بآياتنا إذا هم منا يضحكوا وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعوا فقالوا يا أيها الساحل ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لم تدون فلما كشفنا علموا العذاب إذا هم ينكثوا ونادى فرعون في قومي قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنار تجري من تحته أفلا تبسرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ولولا ألقي على أسرة من ذا من أوجاء معه الملائكة المقترنين فاستخف ضوما فاضاؤوه إنهم كانوا ضوما فاسقين فلما جاءهم الحق ضالوا هذا سحر وإنا به كافرون فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يسدون وقالوا آليتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدنا بلهم قوم خصمون إن وإلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء نجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للسعاد فلا تمترن بها واتبعوا هذا سراط مستقيم ولا يسدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واضيعون إن الله وربي وربكم فاعبدوه هذا سراط مستقيم فاختلف الأزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بوتة وهم لا يشعرون الأخلاء يوميذ بعض لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبدون يضاف عليهم بسحاف ميذاب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلظ الأعين وأنتم فيها خالد وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكية كثيرة منا تأكل إن المجرمين في عذاب جنم خالد لا يفتر عنه وهم في مبلسون وما ظلمنا ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ما لإنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرا ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولده فأنا أول العابد سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يسفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون وهو الذي في السماء له وفي الأرض له وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دوني شفعب إلا من شيد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنا يؤفكون فقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاسفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون